في طريق التحضير لدخول مدرسي ناجح يحقق الآمال المعقودة عليه في توفير تعليم نوعي لجميع تلاميذ يأتي هذا اللقاء التشاوري المنظم من قبل ولاية الواكشوط الشمالية بحضور ومشاركة البائلين بالمجال التربوي وأصحاب التجربة والخبراء التربويين بالولاية الشمالية دولة وفرت جميع الوسائل البشرية واللوجستيكية من أجل إن شاء الله افتتاح عامنا لسنة دراسية إن شاء الله 2022 و2023 ونقتر على أن جميع خاصة العاباء التلاميذ والأمهات التلاميذ يطمئن إن شاء الله ومتقدمين مولي فيها المرحلة تنظيم حول إن شاء الله الولوج جميع العبنائنا وبدون تمييز في السنة العولة الابتدائية أمومية لمستوى نوعكشوط الشمالية في سنة مولي ندرت مولي على أن يخلق ذم انطلاق إن شاء الله برنامج قيمة وحول تعليم ما قبل المدرسة يعني مولي مرحلة مهمة تحية مولي لأطفالنا من أجل تسحيل ولوجهم ونجاحهم في مرحلة ابتدائية اللقاء يدخل ضمن تكملة سلسلة لقاءات التشاوري التي أطلقها قطاع التهريب الوطني ويصلاح النظام التعليمي تهيئة لفتتاح العام الدراسي 2022-2023 مداخلة الأسرة التربوية بولاة وشوط شمالية ركزت على ضرورة تغيير واقع التعليم نحو الأفضل حتى يصبح رافداً لتعزيز اللحمة الوطنية ومصدراً لتزويد الوطن بالكبات الألمية التي يحتاجها في عملية البناء والتنمية داعية إلى الشروع في مرحلة تنفيذ الإصلاحات التربوية ويرساء أركان المدرسة التي ترتضيها الجيال المستقبل مذمنة الخطوات التي قطعت على هذا الدرب والتي من ضمنها رسم خارطة طريق الإصلاح وتنظيم تشاور موسع حول إشكالات التعليم وإصدار القانون التوجهي للنظام التربوي مع البدء في ترصيخ قيم المدرسة الجمهورية